الكاف يحدد موعداً مبدئياً لمباراة كأس السوبر الأفريقي 2000 لينوبر في خطوة تعكس التحضيرات المبكرة لحدث رياضي مهم قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تحديد موعد مبدئي لمباراة كأس السوبر الأفريقي لعام 2014 جاء هذا القرار بعد تأكيد فوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية بشكل رسمي في حدث رياضي مميز مباراة السوبر الأفريقي لهذا العام ستجمع بين الزمالك والفائز من لقاء الأهلي والترجي الذي من المقرر إقامته في الثامنة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي ومن المتوقع أن يكون هذا النزال من العيار الثقيل بين فرق عريقة تمتلك خبرة وإمكانيات رياضية متقدمة وفيما يتعلق بموعد إقامة المباراة ينوي الكاف تحديد شهر سبتمبر المقبل لإقامة الحدث الرياضي يأتي هذا القرار في سياق التحضير لموسم كرة القدم الجديد لعام 2020 حيث يسعى الاتحاد لإبراز جاهزيته وتحضيراته لهذا الحدث الرياضي الكبير ومن المعروف أن فريق الأهلي يعتبر الأكثر تتويجاً بلقب كأس السوبر الأفريقي برصيد الثمانية كؤوس يليه الزمالك بأربعة ألقاب ومع هذا التاريخ الرياضي الممتد يترقب عشاق اللعب الشوق لمشاهدة المباراة القادمة والتي يأملون في أن تكون مثيرة ومشوقة كما هو الحال دائماً في هذه المنافسات الكبرى في الختام نذكر أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري كان قد توجد بلقب كأس السوبر الأفريقي في النسخة الأخيرة بعد فوزه على الأهلي بهدف نظيف مما يضيف للتوقعات والتشويق للنسخة القادمة من هذا الحدث الرياضي المميز ترجمة نانسي قنقر